السلام عليكم و مرحبا بكم اتمنى تكونوا بخير مع هذا الفيديو اللي جبتلكم اللي مقبل من نبدأ الفيديو نتمنى كامل تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم رح نشارك معكم وصفة الزفيتي بطريقة مختلفة كما نعرف الزفيتي هو أكلة تقليدية للناس بسعادة أو ناس لمسيلة اللي نقولهم اسمحوا لي على تغيير الأكلة التقليدية تعكم واللي هي تجي في مهرز وأنا اليوم رح ندرها لكم بلا مهرز يعني بزاف كاين ناس اللي حبوا يديروها بالصحة رجل المهرز ما يديروها رح نعطيكم طريقة سهلة وبإذن الله رح تجي شابة احنا رح نديره بالفارينة كما كان اللي يديروه بالسميد وكان اللي يديروه بالفارينة وكان اللي خلطه سميده فارينة انا خيرت نديره بالفارينة بس كو جربتها سميده ومعجبنيش بزاف المهم رح ندير ثلاث كيس احنا رح نديروه بالفارينة كما كانت الزيت بذلك لابات التعكد جيدة نديروه بالفارينة ونصف مغرف صغيرة ملح ولمب الماء هذه الفطير ثلاث كيسين فارينة سوف نديروه بالفارينة او خبزة الفطير نديروه بالفارينة لابنت انا منع الشخص فيطي ان متعليه كليتو في شحام بلاسة كليتو في ألجي في بليدة في وهرن بالصح ما شيكي ما تعبو سعادة ولا تعال الجلفة هذا البلايس ولا اروا على غيستوران تواهم مم جايين تقليديين منين تدخليها كخيمة وحويشتاع بكري مم كيزعمها كاملين جمعي يحطو لك المهرس على التعالوح يحطو لك المغارفة على اللوح المهم لابنت احنا كما كم تشوفوا راني بديت اللم في العجينة العجينة تاعو ما تجي يبسها ما تجي طرية اذا يبستيها رايح الفطيرتاعك يجي يبس اذا خليتها بزاف طرية رايحها تجيك الفطيرتاعك كيما الخبز الدار احنا نبدأ نلم فيها منيش رايح ندلكها غير لمها برك انا سايل عجينة رايح تلمت معايا احنا رايح نحطها بجيها نغطيها ونخليها ترتاح قد ما نوجد لعصوص نحلها ونطيبها احنا لابنت بالنسبة لعصوص اول حاجة نحتاجها هي فلفل حار انا استعملت زوج وعندي ربعة فصوص ثوم وثلاث حبات طوماطيش بالنسبة للحار انتي وش تحبي حار تحبي تزيدي تحبي تنقصي احنا هذو رايح نشويهم فطاجين اللي رايح نطيب فيه الفطيرة او الكسرة كما رايح نشوفوا الطوماطيش تعي والفلفل يتشوه والثوم بعد ما يتشوه راح نديرهم في ساشي الثوم باك اللي نخليه بجيها بسكوري ندير به الاساس احنا بعد ما شويت الفلفل والطوماطيش درتهم في ساشي بجيها اه جبت هذو القدرة درت فيها شوية زيت كما كم تشوفوا بديت النرابي فيها في الثوم لي كوت شويتو غير شوية انا رايح نكمل كامل الكمية انا رايح نكمل كامل الكمية تاعد ثوم او الفصوص رايح ندير مغرف كبيرة نضيف طماطيش مصبارة نضيف رشة ملح نضيف فوق النار و نضيف كمية من القصبر نضيف عروق و كمية من الماء بالنسبة للناس الذين لديهم المهرس نضيف طماطيش و الفلفل و الثوم نضيف كمية من القصبر نضيف طماطيش و القصبر ثم نضيف طماطيش و القصبر ثم نضيف الفطير و الماء السخون نضيف ماء السخون بالنسبة للناس الذين لديهم المهرس نضيف طماطيش مصبارة مع كمية من الثوم زوج مغارف زيت و ثلاث مغارف قرره اصبار مع العروقات على القصبر نضيف مرة نغطيها و نجعلها تغلى انا مفضل ما نديرش المسخون مفضل ندير هذه العصص جيبنتها بزاف شابة احنا نروحو نفتحو العجينة كيف كيف بالنسبة للعجينة او الكسرة او الفطيرة هذه مشي شرط نديرها مدورة بس كراحة كامل تفتيها ديرها كاغي ولا مثلثة مشي شرط كما رأيكم تشوفوا العجينة التاعية ما هيش تلسق وما هيش يبسا ومنين تحليها ما تترقيهاش بالزاف هكا باش ما تبسلكش عفون فطاجين قلت لكم بالكمية تاع 3 كيسان فارينا خرجت ليزوش خبزة فطير احنا البنات بعد ما حليتها رح نطيبها فطاجين ما نطيبهاش بالزاف قد ما بارك ما تبدأ تتحمر وننحيها احنا البنات بعد ما طيبت الكسرة التاعي او الفطيرة التاعي كما راكم تشوفوا بديت انفتت فيها احنا انفتت فيها فيها الطبسي وان اللي عندهم المهرز تفتيها ديغاكت في المهرز دقيها مشي تفتيها بيدك شوفت بزاف ناس تقول لك اني نتوحم واني بعيدة وفي خاطري ومعنديش مهرز كيفاش ندير هاذ الطريقة حبيت نديرها على جيلهم انا كنت فتت الخبزة الأولى رح نزيد انفتت الخبزة الثانية من بعد البنات نروحوا للمرحة الى الاخيرة كما كم تشوفوا الفطيرة كامل فتتو احنا جبت هذك الطماطي شعفون و الفلفل اللي كنت شويتهم سوف نقشرهم هكا يتقشروا لك فاسي المو بعد ما نقشرهم نقطع هذك الطماطيش مع هذك الفلفل نعودوا نردهم في القدرة اللي كدرت فيها لاصوس لاصوس راني حطيتها بجيهة زيت قطعت كمية من القصبر و رح نزيد عليها الفطير احنا لبنات رح نستعمل ميكسر باديل المهرز بالنسبة لي عندهم المهرز راح 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 باديل الدك في المهرز اللي ما عندهاش تستعمل ميكسر قلتلكم البنات جي كيف كيف معتع المهرز بركلو شاغل ماشي كيف كيف احنا وش راح ندير احنا نبدأ نزيد فيه العصاص اللي كنت حذرتها نزيد فيها غير بشوية و نميكسي احنا الميكسر راح يرحينا الطماطيش مع الفلفل و هذك الفطير راح يتفتت فتاة صغير احنا اللي تحب الزفيطة التاعها يكون ثقيل يكون شوية ناشف غي هذي المرحلة و ما تزيديش لاصاص بالنسبة للناس اللي تحب الزفيطة التاعها تكون فيه لاصاص احنا راح نرد فوق النار بالنسبة للناس اللي تحب فيه الطماطيش زيادة احنا تقدري تزيدي الطماطيش ولا تنقصي ولا انتي وش تحبي اذا حسيتي هجاك حمر بزيف تقدري تزيدي غير شوية ما واحده اذا حسيتي خاصتك الطماطيش زيدي شوية طماطيش تاع العلب نضيفها في هذه العصاص و نفرغي و نفرغي فوق النار انا هنا حسيت باللي خاصة الطماطيش راح نزيد مغرف صغيرة في هذه العصاص و نفرغها عليه بالنسبة للناس اللي عندهم المهرز راح نضيف الطماطيش هذي المصبرة ديغيكت في المهرز و نضيفها مع الفطير اهنا زيتلو شوية العصاص مع هذيك الطماطيش كما كم شفتوها درتوا فوقنا قدمي ثقال برك شوية من بعد رايح نطفي عليه نذوقو على الملح نذوقو على الحرور نزيدلو الملح اذا كان يخصوه من بعد رايح نقدمو لكم وتشوفوه و هاوليكم مصفيته التاعي بعد ما درتوا في هذي الطبسي كنت زينتوا بالوراق تاع القصبر درتوا شوية تاع الزبدة كين اللي ديروا له سمن كين اللي ديروا له زيت الزيتون و البنة ما نحكي لكمش لبنة نتمنى يا ربي تجربوا الوصفة ان شاء الله بإذن الله تكون ناجحة و اللي جربتها تخليلي تعليق لبنة قبل منكملها فيديو نشكر واحد الاخت اللي هي صديقة في الفيسبوك ام اسينات و نقولها ربي يحفظك عد دعم بتاعك و ربي يخليك ليا المهم لبنة اللي اول مرة تشوف القناة ماذا بيدير ابوني وتفعل جرس باش اي جديد يوصلها و نقولكم الى فيديو و حدوكم ان شاء الله ياربين سيبكم بخير سلام